أهلي خطنا العام الرابط بين مديريتي الرضمة والنادرة طريق أزال عجيب شخب عمار لقد تناغمت أياديكم البيضاء وقلوبكم الطاهرة ونفوسكم السخية وجيوبكم الدافئة وأوضاعكم الصابرة فكنتم شامة في زمن لا تعاون وتكاتفت جهودكم وتلاحمت مهامكم من بداية الخط إلى نهايته وأصبحت مهمة الجميع رجالا ولساء وعلى رأس هذه المهمة شيخ الهمة ومن على رأس المهمة والدنا وعميدنا ومدير ناحيتنا بن عبد الكريم عبد الله ومن له شأن اختصاص من أعلى الهرم إلى أسفله وأفضل الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات لا تمنعن يد المعروف عن أحد ما دمت مقتدرا فالسعد تارات واشكر فضائل صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات قد مات قوم وما ماتت مكارمهم وعاش قوم وهم في الناس أموات صعوبات الحياة لا تستطي هزيمة أناس يمتلكون الإرادة والعزيمة والأشخاص المحترفون حقا يتميزون عن غيرهم بالعمل والجد والمثابرة والإبداع لا يستسلمون سريعا حلولهم قريبة لديهم المرونة في المواقف لا يخشون الفشل بل يتعلمون منه يخالطون أهل الخبرة ويتشاورون معهم وينظرون إلى المشاكل على أنها تحديات وفرص للتعلم والنمو تكسبهم ميزة إضافية تجعلهم محط أنظار الناس هم الناجحون دوما يكسبون المعدوم يجدون الشيء من عدمه يعينون على نوائب الدهر لا تتأخر مسيرتهم ولا تعرق العزيمتهم ولا تخزيهم الأنظار أبدا شعارهم في هذه المرحلة يا بني يركب معنا ولا تكن مع القاعدين إن صمودنا رغم الحالة المادية القاسية والحصار المطبق والوضع المتأزم لوسائل الدخل وكالكلة الدهر تنادي كل محب لهذه المشاريع الكبيرة أن يأتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى بهمته وهمومه واشتراكه ومشاركته وإسهامه ومساهمته لوجستيا وماليا وخدميا فلا تعيقنا الحسابات المرهقة والأوهام المجحفة والضنون المقعدة فلنتضافر بكل الجهود فأمام كل عسر يسر والأوفر حظا بيننا من يقف بيقين لإنجاز المشروع ولا يفكر المغادرة فيكون تولي يوم زحف الأياد المثابرة والجهود المبادرة والعيون الساهرة والنفوس الباذلة وليعلم كل محب أنه إذا لم يخدم مشروعه العالي والباقي فسيخدم مشروع غيره وتستخدمه الدنيا بتوافهها وموايعها الزائلة والزائفة رسالتنا إلى الصامتون يا من لازمه الشح وأصبح شلكا أمام الخير البخل لا يورث جيلا ولا يزرع خيرا ولا يصنع جميلا ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء عمل جبار سيخلده الزمن وينحته التاريخ وتحكي عنه الأجيال ويسطر بماء من ذهب هذه المشاريع لا يقوم بها إلا العظماء ولا ينفذها إلا الأوفياء ولا يشارك فيها إلا الأنقياء ولا يدعمها إلا الأسخياء ولا يشجعها إلا النجباء ولا يغيب عنها إلا البلهاء ولا يحرم خيرها إلا الأغبياء مشاريع معملقة لا تقومها إلا منظمات ومؤسسات إليك خطنا الرابط بين مديريتين الرضمة والنادرة لا إلى غيرك عفوا إليك وإلى كل المحبين والداعمين والمساهمين والتاعبين فيك نمنحك جهدنا ونرسم في محياك خططنا وننفذ فيك برامجنا نقضي نهارك عملا وساعاتك بذلا ودقائك كجهدا وتمضي ليالينا نستنسيقا وترتيبا وتوجيها واتصالا وتواصلا شكرا أزال ولا تزال فاتحة الخط العام وبوابته الأزلية تعلن إزالة وزوال مشقة وعنائعة العقبات وأتعب الطرقات ضربا وتكسيرا وتربيعا ورصا لكم منا أزكى التحايا على تآزركم وتعاونكم وتناغمكم وعزمكم لاستكمال راحة حياتكم ومتعة أجيالكم وتسهيل التصاقكم بمديريتنا الأم لقد فتحتموا الأمل لنا بالتواصل معكم مجددا وأحييتم انتمائنا لخطكم سلفا رسمتم الفرحة وفتحتم الدلجة ونفستم الكربة ويسرتم سبل المشقة وكنتم بحق شمعة في وسط ظلام حالنا الحالك لكم منا جزيل الود وعميق القدر وكنها الاحترام شكرا أهلنا العرين تضربتم ورصيتم ثاني العقبات الكؤود وأوجدتم لكم بريش وكان لكم السبق في الضرابة على جنبات الدرج وأصبح بلسم الفرج ثم عزمتم على تحويلة الطريق من عقبة الكولة الكنود العقود الذي أرقتكم المضاجع وأشبعتكم الفجائع وأنزلت بكم الوجائع فكان لزاما بسحبكم لمعدة البكلين ليقوم بدك وشق أعتى الطرقات ضراوة وامتدادها شراسة لتشمبر بكم الحماسة وتقول نحن ألو قوة وألو بأس شديد شكرا عجيبا منتصف منتصف الطريق وهادمة المضيق ومنقذة الغريق دقيتم الخاصرة وأذبتم الرأس لأفع العاصرة رفعتم الأعرام فشيتموها وضربتم الأحجار وأسويتموها وجلبتم الكم بريشات وألقمتموها وأحضرتم الشيوال ترجمة نانسي قنقر